السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيكم يا شباب يا رب تبقوا بخير هنتكلم النهاردة على واحدة من الحاجات المهمة ألا وهي الفورنسيك توكسوكالوجي اللي احنا دايما بنسميه الطب الشر يبقى كلامنا النهاردة بإذن الله على الفورنسيك توكسوكالوجي وده واحد من الحاجات المهمة اللي يعني هنتكلم عليها بشيء من التفصيل بإذن الله في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستعيز بالله من الشيطان الرجيم صلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل صلاة والسلام أولا ما معنى كلمة فورنسيك توكسوكالوجي كلمة فورنسيك توكسوكالوجي هو علم هذا العلم هو عبارة عن هاجين من الاناليتيكال توكسوكالوجي أو الاناليتيكال كيميستري دايما بنعمل في هذا العلم بنحلل البيزونز وبنعمل تحليل كواليتيتف يعني بنعرف نوعية البيزون وبنعمل كمان تحليل كوانتيتيتف بنعرف كمية البيزون أيضا هذا العلم بيبقى هايبريد من الاناليتيكال and the fundamental toxicological principles لازم أكون عندي معلومات كافية وشافية عن البيزونز وعن طريقة الميتابوليزم بتاعها وعن طريقة الإلمنيشن بتاعها يبقى الفورنسيك زي ما اتفقنا هو واحد من العلوم اللي بنتكلم دايما على أنه هو هايبريد من الاناليتيكال توكسوكالوجي والفندامنتل توكسوكالوجيكال برينسبل هذا العلم بنسميه ميديكو ليجل لأنه بيجمع بين الطب على أساس أنه انت بيبقى عندك فندامنتل توكسوكالوجيكال برينسبل والليجل اللي هو الجزء القانوني لأنك هتعمل مجموعة من التحليل ومجموعة من النتائج النتائج والتحليل دي هتؤديها للكورت المحكمة وأكوردنج لي النتائج اللي انت طلعتها يبتدي القاضي يحكم على هذا الشخص إذا كان هو جيلتي مزنب أو إينوسينت بريد وبالتالي هذا العلم بنسميه ميديكو ليجل ميديكو ليجل ودايما الناس بتاع الفرنسك عندهم قاعدة علمية إن أي شخص بيعمل كونتاكت ويمسك الحاجة بأيديه أو يخش جوه مكان معين بيسيب دايما leave a trees يعني بيسيب وراه دليل وبيسيب وراه شيء تقدر إن أنت تتحلله وتعرف من خلاله هذا الشخص كان مين بالظبط فevery contact leaves a trees دي من القواعد اللي دايما بيتكلموا عليها في الفرنسك توكسيكالشي هذا العلم مهم جدا والشخص اللي بيشتغل فيه اللي هو الفرنسك ساينتست بيبقى له أهمية كبيرة لأنه بيعمل analysis للبويزنز وزي ما اتفقنا هو بيعمل analysis qualitative وبيعمل analysis كمان بشكل quantitative بيعرف الكيميات وبيعرف النوعية وفي نفس الوقت كمان ممكن إن إحنا نستخدم هذا الفرنسك ساينتست الرجل اللي بيشتغل في الفرنسك توكسيكالوجي as expert witness إن هو شاهد من الشهود اللي إحنا ممكن نرجع له في القضية بتاعه وبالتالي قد إيه هذا العلم علمه مهم جدا الفرنسك توكسيكالوجي قبل ما نتكلم عليها بيه التفصيل لازم نعرف إيه الفرق بين الثلاث كلمات دول كلمة poison وكلمة toxin وكلمة venin كلمة poison هي تقال على أي شيء بيعمل مشاكل biological disturbance جوى جسم الإنسان أي مادة بتعمل مشاكل biological من اللي بنسميها poison واتفقنا إن كل ما في الحياة is poison وده according to the dose حسب the dose بيصبح المادة اللي عندنا دي poisonous أما التوكسين فهي دايما حاجة بنسميها natural التوكسين دي مادة دايما بتتكون بشكل biological أو بشكل natural أما كلمة toxicant لو أنتوا فاكرين دي كانت كلمة بتقال على man activity أما الفينم فهي دايما الحاجات اللي بتيجي من قرصات التعبان أو اللدغات زي redless snake دي بيقولوا عليها venom يبقى فيه فرق بين التلات كلمات دول اللي هما كلمة poison وكلمة toxin وكلمة venom وما ننساش إن علم الفرنسيك بيعمل دايما analysis ودايما بيقولوا عليه medical من الحاجات المهمة جدا في هذا العلم إن أنت how to collect a sample how to collect a specimen يعني تعمل عينات لو أنت عندك جسة وهذه الجسة أنت عايز تاخد منها عينات العينات بتاعتك بتاخدها ازاي بتعمل sampling ازاي لازم السامبل بتاعتك تبقى representative كميتها كمية مناسبة لازم تكون السامبل ما فيهاش ديبرس ما فيهاش شعيرات أو ألياف وما فيهاش contamination ولازم بتاع السامبل يبقى بشكل clear والليبل اللي مكتوب عليها يبقى بشكل برضو clear جدا طيب إزاي بنقدر إن احنا نعمل storage لهذه السامبل معظم الحاجات كلها بتبقى محطوطة في الفريزر يعني كل الفليوودز بتبقى frozen الفيد الحاجات اللي طالعة من ال stomach أو ال stomach contents أو ال vomits بتبقى dry أو frozen معظم الحاجات كلها بتبقى dry أو frozen معادة البلد من اللي البلد بيبقى reforgerate يعني بيتحط فيه التلاج خلاص دايما مهم جدا إن احنا نحط على السامبل بتاعنا كل يعني السامبل دي لابد إن انت تحط عليها لابل هذا الليبل شافي ووافي تبقى كاتب عليه و مين اللي عمل السامبل دي عملها وير عملها فين الوطي دي معناها يعني السامبل دي عبارة عن ايه عملها ازاي كل هذه الأسئلة لابد إن انت تبقى مجاودها وحطتها في ليبل على السامبل بتاعتك وبعد ما تاخد السامبل المهم إن انت تعمل لها storage ولابد إن انت تعمل لها storage بشكل كويس كل حاجة فيه الفريزر معادل دم زي ما اتفقنا بيتحط فيه التلاج خلاص يبقى دي مهمة جدا وإنت بتذاكر تبقى حطتها في دماغ طيب السامبل لابد إنها تبقى representative يعني إيه يا جماعة representative يعني تبقى كميتها كويسة وتبقى clear وتبقى مش بالضروري إنها تبقى sterile ولكن تبقى clear و clean ما فاش fibers ما فاش contamination طيب السامبل بتاعتنا هناخد سامبل من البلود حوالي 10 ميلي ويفضل دايما إن انت تاخد بلود central وبلود peripheral بلود central يعني تاخد البلود اللي حوالين الهارت وده بنسميه بلود central وتاخد بلود peripheral يعني بلود من المسلز أو من التشوز التانية وبالتالي يبقى فيه بلود central وبلود peripheral تاخد يورين من هذا الشخص المتوفى أو الجسة اليورين بتاخد حوالي 50 ميلي بتاخد الريوم أو زي ما اتفقنا اللي هي محتويات المعدة بتاعة الشخص المتوفي أو الريوم اللي هي محتويات المعدة للحيوانات يعني نفترض أن مثلا في بقرة أو جموسة أو عجل أو خروف حصلوا وفاء وإحنا شكين أن في قرية معينة هي اللي موتت هذه الجموسة فإحنا عايزين نعرف إذا كانت الجموسة دي ماتت موتة طبيعية ولا ماتت نتيجة التسمم فبناخد الريوم اللي هي محتويات معدة الحيوان بناخد حوالي نص كيلو البريم بناخد كله حوالي نص وبيتحط فيه الفريزر ونص التاني بيتحط فيه الفورمالين كل التشوز التانية بناخد حوالي 100 جرام وحواليها طعام ناخد الطعام ده جماعة وبالنسبة لنا يعتبر سامبل الطعام اللي حوالين هذه الجسة أو الفورج اللي هو طعام الحيوان أو طعام البقرة أو العجل برضو ناخده وحوالي بناخد 1000 جرام يعني حوالي 1 كيلو الميا اللي موجودة برضو ناخدها لو فيه ميا حوالين الجسة أو كان فيه ميا في كباية كده شكين إن الجسة دي أو الشخص اللي توف كان بيشرب من الميا دي فناخد حوالي 100 ميلي ل1 جلون من الميا عشان نبتدي إن احنا نحل وزي ما اتفقنا كل حاجة بتتحط فيه الفريزر أو تبقى ما عدا يا شباب الدم بنعمله يعني بنحطه فيه التلاك دايما وانت بتعمل بيبقى عندك حاجة اسمها اللي هي سلسلة الحيازة هذه السامبل مين اللي عملها ومين اللي اتعامل معها دي بنسميها اللي أو بنسميها التسلسل بتاع هذه السامبل ويفضل دايما في سلسلة الحيازة أو التعامل مع السامبل يفضل دايما يكونوا شخصين فقط لا غير يبقى الايديال chain of custody يفضل ان هما يكونوا شخصين شخص بيعمل collection للسامبل وشخص تاني يعمل analysis للسامبل يبقى بنتكلم دايما على التعامل مع السامبل وبنتكلم دايما على كل شخص بيتعامل في هذه السامبل دايما الأفضل ان السامبل يكون اللي تعامل معها أقل عدد ممكن عشان كده دايما في الكتب بيقولوا يكونوا شخصين يكونوا شخصين دي معلومة مهمة جدا الشخصين دول شخص منهم بيقدر انه هو يعمل collection للسامبل وشخص تاني يعمل analysis يبقى واحد بيcollect والتاني بيعمل analysis للسامبل دي if the chain of custody is broken يعني ايه chain of custody is broken يعني سلسلة الحيازة دي بازت ومش عارفين مين اللي تعامل مع السامبل the evidence will be excluded هذا الدليل او هذا البرهان في القضية هيتم استبعاده من المحكمة وبالتالي هيؤدي ذلك إلى يعني عدم وضوح الأدلة وعدم وضوح البرهان وبالتالي ممكن يؤدي إلى فساد هذه القضية والمجرم يبقى بريء والبريء يبقى مجرم وبالتالي لابد التعامل معها بحرص وزي ما اتفقنا بتاعة اللي يبقوا شخصين زي ما اتفقنا شخص بيعمل collection للسامبل وشخص تاني يعمل يعمل analysis لهذه السامبل خلاص يبقى مهم جدا جدا انت وانت بتذاكر تبقى حاطت في دماغك كل هذه المعلومات الخطيرة والمعلومات الجميلة للغاية ايه اللي انت تبقى حاطه في دماغك بشكل كبير يا جماعة السامبل الideal chain of custody الideal chain of custody يبقوا شخصين شخص عمل collection وشخص تاني عمل analysis الспيسمين لازم وانت بتاخد العينات لابد ان انت اجزاء basic السامبل بيبقى في حاجات حمضية وحاجات قاعدية ومعظم الحاجات بتبقى executed عن طريق ايه او يعني بتعمل لها extraction بتعمل لها استخراج خلاص عن طريق ان انت بتستخدم BH يا اما اقل من 7 يا اما بتستخدم BH greater than 7 الacidic drugs بتعمل لها extraction في medium acidic فبتبقى بشكل unionized فما بتبقاش دايبة فبتقدر تعمل لها extraction اما basic drug برضو بتعمل لها extraction بBH اكتر من 7 فبتبقى unionized ما بتبقاش دايبة فتقدر ان انت تعمل لها extraction extraction of drug in non-bullar solvent دايما ممكن نستخدم بعض solvent in non-bullar ولا يفضل ان انت تستخدم كحليات زي الاثانول لان الاثانول دا لو انت استخدمته ممكن يعمل لها لغبطة في التحليل as an example most of barbiturates are acidic soluble والانفيتامين base soluble وبالتالي الbarbiturates هيتم استخراجها في acidic medium والانفيتامين هيتم استخراجه في basic medium يبقى انت كده عملت sample وبدأت ان انت تقسمها الى اجزاء acidic و الى اجزاء basic ومهم جدا زي ما اتفقنا ان انت ما يحصلش اي خلل في chain of custody طيب بعد ما انت فصلت الاجزاء الاسيدي وفصلت الاجزاء البيزيك هتعمل ايه هبتدي اعمل مجموعة من التجارب التجارب اللي انا بعملها بتبقى تجارب في الاول تجارب بيسموها screening test ودي تجارب بيسموها primer تجارب مبدئية ودي في الاغلب بتبقى تجارب روسفيسة في التمن خلاص بتبتدي تعرف هل البيزن ده موجود ولا مش موجود بعد كده بتعمل حاجة اسمها confirmatory بتتأكد ان هذا البيزن موجود ودي في الاغلب بتبقى تجارب غالية في التمن يبقى دايما في تجارب primary بيسموها تجارب preliminary تجارب مبدئيا خلاص والتجارب دي في الاغلب بتبقى تجارب روسفيسة وبعد كده بنعمل تجارب تانية نأكد بيها ان البيزن موجود اللي هي بنسميها تجارب confirmatory يبقى بنعمل primary ثم confirmatory ايه هي اشهر primary test زي ما اتفقنا primary test او preliminary test في الاغلب بتبقى تجارب رخيصة بنعمل حاجة اسمها screening بنفسي بدي نشوف هل البيزن موجود ولا مش موجود دي بنسميها primary test طيب ايه هي primary test اللي بتبقى موجودة في عندنا تستات بنسميها physical test ودي ممكن مثلا نبص على boiling point والmelting point نشوف crystals نشوف chemical spot test نشوف حاجة اسمها chromatography زي sin layer والgas chromatography دي حاجات كلها بنسميها primary screening preliminary percent حاجات كلها مبدئية تدينا فكرة هل البيزن ده موجود ولا مش موجود التجارب confirmatory دي تجارب بقى بتبقى غالية في التمن ودي بيقولوا عليها تجارب advanced زي mass spectrum زي immune زي حاجات الزرية atomic او atomic emission او electron microscope او electrophoresis اللي بيتم فصل الحاجات according لشحنتها ونتيجة وزنها anyhow التجارب لازم تبقى انت عارف ايه هي التجارب primary اللي احنا سميناها secondary ولازم تبقى عارف التجارب primary اسف اللي احنا سميناها preliminary او سميناها persermative والتجارب التانية اللي هي التجارب المهمة اللي هي advanced او السجن وزي 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 ما اتفقنا الحاجات الاسيدك بيتم فصلها في اسيدك ميديم والحاجات البيزيك بيتم فصلها في بيزيك ميديم طيب ايه هي اهم التجارب بالنسبة للبرايم ما فيش مشكلة المهم ان دي كلها تستاد primary مشهور جدا الماركس تست مشهور جدا المشهور جدا الدو كان ويه ليفين ده واحد من الحاجات اللي ممكن نعمله للكنابس فاعرف لي بس ايه هم انواع البرائمري واعرف لي ايه هم انواع السكندري واعرف ان البرائمري فور سكرينينج وان السكندري يا جماعة فور كونفرماتري وما تنساش الايديال تشين اوف كاستيدي زي ما اتفقنا الايديال في التشين كاستيدي انها تكون بتحتوي على شخصين شخص بيعمل كوليكشن للسامبل وشخص تاني بيعمل اناليسز للسامبل ومهم ان كل حاجة بتتحط في الفريزر مع عدد دم بيتحط فيه في التلاج من الحاجات المهمة ان احنا دايما واحنا شغالين في الفرنسيك بنعمل تجارب كواليتيتف بنعرف بيها نوعية البويزر وبنعمل تجارب كوانتيتف بنعرف بيها الكمية بتاعة البويزر يبقى بنعمل كلاسيفيكيشن وبنقدر نعمل ديتيكشن للبويزر بشكل سبسيفك وبشكل سينستيف وبريسيشن وأكريت بشكل كبير الانتربريتيشن تفسير هذي النتائج بيعتمد على التوكسيكو ديناميك والتوكسيكو كيناتكس عشان كده مهم جدا ان الشخص يكون عنده فندامنتال توكسيكولوجيكال برينسبل عشان يبقى فاهم البويزنز بيروح فين وبييجي منين وبيتحول يلاقيه جوه الجسم بالنسبة للناس الحية ممكن نعرف اسباب التوكسيسيتي ممكن نعرف اذا كان هما سيقين اكوردينج او تحت تأثير ادوية او سيقين تحت تأثير كحوليات ونعرف كمان علم بيهتم بسبب الوفاء لا ده علم ايضا بيهتم مثلا بالتسمم يعني مش لازم اشتغل على شخص ميت انا ممكن اشتغل على شخص حي انا ممكن تحصل حدثة عربية وهذا الشخص يبقى متهم انه هو عمل حدثة وموت واحد فلو انا ادارت ان انا اقول انه كان سيق تحت تأثير الكحوليات يبقى بالنسبالي هو مزنب كان سيق تحت تأثير الكنابس يبقى هو مزنب وبالتالي علم الفورنسيك مش بس بيهتم بيه الحاجات البوست مورتم اللي هي بعد الوفاء لا ده ايضا ممكن يهتم بيه الناس ويشوف هل الناس دي بتتعاطى دراجز ولا لا هل الناس دي بتتعاطى كحليات ولا لا البوست مورتم اللي هي بعد الوفاء وبنبتدي نعرف اسباب الوفاء وبنبتدي نعرف كمية البويزنز اللي موجود دايما دا كاترتنا كانوا يقولون ايه دايما لما تيجي تشتغل في الجسس بوست مورتم لازم تشتغل بسرعة لان بيحصل دايما بعد الوفاء تغيرات في البويزن دايما بيحصل بعد الوفاء في بعض الحاجات بتبقى بتختفي خلاص ممكن يكون هذا الشخص توفى بسبب الكحوليات او بسبب السيانايت والكحول والسيانايت داي حاجات ليثل وحاجات فولاطايل جدا خلاص فبتختفي بسرعة كبيرة كمان في بعض البويزنز بيحصل لها تغيير في الستركشر بتاحها وهي تبتدي تتكون حاجات تانية مختلفة فلازم تشتغل بسرعة ايضا من خلال التحليل بعد الوفاء تقدر تعرف اذا كان هذا الشخص كان متعرض لي كرونيك ولا يعني من الحاجات اللي كانوا دايما يتكلموا عليها الشعر الهير الهير طبعا لو لقيت انت البويزنز موجود في هذه الحتة دي تعتبر the most recent point اكتر نقطة حديثة في الشعر خلاص دي بالنسبالك تعتبر ايه لا دي مش اكتر نقطة حديثة دي عادي خالص دي بالعكس دي ما تعتبرش حديثة يعني البيزن موجود هنا او البيزن موجود هنا او البيزن موجود هنا لو موجود في الشعر كلها ده دليل على انه هو كرونيك بويزن يعني خلينا نبقى ضق بالنسبة للشعر لو لقيت البيزن موجود في كل الشعر يبقى ده دليل على الكرونيك بويزن لكن لو لقيت البيزن قريب من نقطة الاسكالب دي بقى النقطة نيو يا جماعة النقطة نيو اللي هي قريبة من الاسكالب عشان ابقى راجل دقيق النقطة اللي قريبة من الاسكالب هي تعتبر بالنسبة لك the most recent point خلاص لو لقيت ان البيزن موجود في النقطة اللي قريبة من الاسكالب دي تعتبر بالنسبة لك اكيد هنقولها تاني عشان تبقى واضحة لو لقيت البيزن موجود في كل للشعر يبقى ده لو لقيت البيزن موجود في النقطة اللي قريبة من الاسكالب يبقى ده بالنسبالك خلاص يبقى نقدر نعرف اذا كان هذا الشخص اتعرض لأكيوت توكسيسيتي ولا كرانيك توكسيسيتي عن طريق الشعر وعلى فكرة الشعر او الهير مفيد جدا في طبعا في بينها وبهم بعضي عشان كده بقولك لابد على قد ما تقدر ان انت تشتغل بسرعة ويبقى عندك عشان تقدر تقول لنا النتائج بتاعتك بشكل كويس وتقدر تترجم النتائج وتبقى عارف البيزن ده بيتحول الى ايه وبيبقى موجود في الليفر ولا موجود في الكاتنيا اكتر الدراج اناليسيز في الابيوزد دراج فرينسيك دراج اناليسيز خلاص بيعتمد او ديلز وز ايدنتفيكيشن وز الفرينسيك ايضا بيشتغل على الادوية الغير قانونية اللي هي الادوية المخدرات الكراك اللي هو بيسموه الكوكاين بيز الكراك ده اللي هو الكوكاين بيز بيستخدموا بقى حاجات زي الاسبوت تست فور اناليسيز اوف اوبييت برضو من الحاجات المتعارف عليها في التسمم الاوبييت زي الهيروين والمورفين بيعملوا تستات برايمري اللي احنا بنسميها سبوت تست وبيعملوا تحليل الانفيتامين والبربيتوريت والمريوانة لان دي حاجات بوبيولر جدا والهلوسينو جينيك ايجنت اللي هو الالي اس دي اللي هو اللي زيرجيك اصد دي اسايلامايد فمعظم المعامل او الناس بتوع الفرينسيك دايما فيه حتة الدراج ايضا. 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 ايض ابيوز بيعملوا تحليل لهذه الحاجات. اللي هي مين? اللي هي الكراك او الكوكاين بيز والهيروين واحد من الاوبيويت والانفيتامين والبربيتوريت والمريوانة والالي اس دي اللي هو اللي زيرجيك اصد او ليزيرجيك اصد داي ايثايل امايد. برضو من الحاجات المهمة اللي دايما الراجل بتاع الفرينسيك توكسكاليش بيعملها بيعمل حاجة اسمها تريس وزي ما اتفقنا فدايما تدور على التريس تدور على الدليل او البرهان اللي يقدر انه هو يؤدي الى ان انت تبقى فاهم القضية دي حصلت ازاي او حالة الوفاة دي حصلت ازاي. يبقى فيه حاجة اسمها تريس وفيه حاجة اسمها الارزن. طب ايه ده? قال لك تريس ابليكيشن انفرينسيك توكسكالوجي بتعتمد على ان انت تدور لما تخش مكان هذا الشخص يتوفى بسبب رصاصة. فتحاول ان انت تدور على الجانشو تدور على هذه الرصاصة الجانشو او تدور على الشعر او تدور على الفايبرز خلاص الفورينسيك ارزن اناليسيز deals with اناليسيز ويز فايبر دايبرز اللي هو بيشوف الشعيرات اللي موجودة ويشوف الحاجات اللي موجودة في المكان. فور بريزنس اوف اكسلرانت. سم كومن اكسلرانت فاون ان ارزن كيازز كيازز از الجازولين. يعني برضو لو انت دخلت مكان هذا المكان حصل فيه وفاة بسبب يعني حصل فاير او حصل حريقة. فبتحاول انت تدور ايه سبب الحريقة دي. فبتدور مثلا تشوف فيه جازولين موجود فيه كيروسين موجود فيه تشاركو. كل ده بيسموه الارزن اناليسيز اللي هو حاجات تقدر انها تفيدك في القضية. من الحاجات اللي تقدر تفيدك في القضية زي ما اتفقنا الجانشوتر زي الجازولين زي الكيروزين دي حاجات طبعا بيستخدموها في الحرائق. خلاص كل الحاجات دي بيسموها ارزن ودي بتبقى دلائل او بتبقى يعني بيسموها دايما فيه المسلسلات والافلام يقولك ايه الطرف او الخيط طرف الخيط او بداية الخيط بتاعة القضية. يعني هي دي البداية اللي بتبتدي تحلي لك القضية وتبتدي تفهم الكيس اللي قدامك دي حصل فيها وفاء ازاي او هذا الشخص اتقتل ازاي. فده بيسموه ارزن اناليسيز انك تاخد الفايبر تاخد الدبريس تاخد الجانشوت تاخد الكيروسين تاخد الجازولين. وكل الحاجات دي بالنسبة لك احنا قلنا بتبقى دلائل وبرهان او سامبلز والسامبلز زي ما اتفعنا يفضل ان انت تعمل لها سامبلين وتحطها بشكل كويس. بيحطوها فين؟ بيحطوا دايما السامبل في جار. ها جار. والجار دي بيسموها ماسون جار. بيسموها ماسون جار. خلاص ماسون جار او امتي بانت كانز. بيسموها ماسون جار او امتي بانت كانز. والجار دي بتبقى اللي هي الماسون جار طبعا بنحط عليها الليبل. والليبل زي ما اتفعنا بيبقى مكتوب فيها حاجات كتيرة جدا. والتعامل مع السامبل الافضل يبقى اتنين. واحد بييكلكته واحد بيعمل اناليس. وطبعا الجار دي بتبقى سيلد. يعني مقفولة ومحدش يفتحها غير الشخص اللي هيتعامل مع السامبل. دي بيسميها ارزون اناليسز او باكيج ان سيلد كونتينر. بيسموه ماسون جار. وبنغطيه بيبقى سيلد او ممكن نحطه في حاجة اسمها امتي بانت كانز. يبقى دي كلها نقط وانت بتذاكر تبقى انت ايه سمعتها. طيب واضح جدا ان المحاضرة بتاعة الفرنسك تقريبا ما فيهاش كلام يتذاكر. كل اللي انت تعرفه السامبل ازاي. ايه هي الكريتيريا بتاعت السامبلينج او الاسبيسمينت. ايه هي التحاليل اللي ممكن تتعامل. وما تنساش الايديال. اتشين اوف كاست دي. قلنا الايديال. ان يبقى فيها شخصين. شخص بيقدر ان هو يعمل كونليكشن للسامبل. وشخص تاني يقدر ان هو يعمل اناليسيز لهذه السامبل. نلتقي في المخاضرات القادمة باذن الله.